موسيقى أهلا أعزائنا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح وصلاتي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة موضوع هذه الحلقة من هو قريبه وهذا السؤال كان واحد نموسي الذي سأل الرب يسوع المسيح ورح نركز في هذه الحلقة على هذا السؤال من هو قريبه في وضع في أيام اللي نسمع فيها عن حروب وأخبار حروب عن سفك الدماء عن المآسي اللي بتحدث ولسيما في الشرق الأوسط سواء في لبنان سواء في فلسطين سواء في إسرائيل سواء في مناطق عديدة ولكن أحبائي السؤال يبقى سؤال من هو قريبه ابقوا معي رح أتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا مشاهدين في كل مكان حديث في هذه الحلقة عن سؤال في غاية الأهمية من هو قريبه واسمحوا لي أقرأ بعض الآيات من الإنجيل المقدس من بشارة لوقة من الإصحاح العاشر ورح أبتدي من الآية 25 وإذا نموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له ما هو مكتوب في النموس كيف تقرأ فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب أجب افعل هذا فتحيا وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبه فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلا من أرشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنا فتقدم وضمض جراحته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دبته وأتى به إلى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك فأي هؤلاء الثلاثة طرى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص فقال الذي صنع معه الرحمة فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا يبارك لنا الرب كلماته على ما سمعنا في هذا الوقت الرب يسوع المسيح كان صيته ذائع في كل مكان كان يطوف يعلم يكرز يشفي يحرر الناس وكان يصنع خيرا يشبع الجياع يهتم بإحتياجات الناس وطبعا يسوع المسيح صيته تعرف في كل مكان وفي عدة مواقع في كلمة الله نشوف أنه عدة أشخاص من رجال الدين في تلك الأيام سواء من الصدقيين أو من الفرسيين أو من فئات أخرى كانوا يأتون ليستجوبوا الرب يسوع المسيح كانوا أحيانا يأتون ليجربوا حتى يقع في فخ ويلقوا القبض عليه أو حتى يخسر يعني الكفاءة كمعلم بين اليهود وطبعا شهرة يسوع المسيح كانت تحدي لكل الناس ولسيما هذا المعلم الجليلي اللي جاء من ناصرة الجليل مكان متواضع جدا وها الآن يحاور العلماء والحكماء في أورشاليم ولا يستطيع أحد أن يرد عليه أو أن يفحم الرب يسوع المسيح لأنه كان يتكلم الحق ولأنه كان يتكلم بنعمة ولكن أيضا كان يتكلم بسلطان إلهي فهذا اشتذب هذا الموضوع جذب الجماهير حتى تأتي لتستمع إلى يسوع المسيح فكان البعض يأتي ليستمع فينتفع والبعض الآخر جاء لكي يستمع فينتقد والبعض الآخر جاء ليستمع ويستشفي من قوة الشفاء التي كانت تخرج من الرب يسوع المسيح ولاحظوا أحباء صيغة الكلام وإذا نموسي قام يجربه قام احتراما وأدبا وكلمة يجربه نقيد على كلمة الاحترام كلمة مش مش حلوة يا معلم هذه الكلمة فيها احترام وكان بيسأل سؤال من أهم الأسئلة اللي راح أتكلم عنه طبعا الرب يسوع المسيح كان أو أعطى المثل اللي هو السامر الصالح وهذه القصة تعتبر واحدة من أعظم القصص المسيحية في الكتاب المقدس التي تعبر عن هوية يسوع وعن شخصية يسوع عن سلطان المسيح وعن حنان المسيح وعن شفقة المسيح بل محبة ونعمة يسوع المسيح طبعا أورشاليم تعتبر بلد عالي جدا تقريبا 900 متر فوق مستوى سطح البحر وأريحة تعتبر أقدم بلد في الوجود عمرها 10 تلاف سنة ومش بس أقدم بلد هي أخفض منطقة في العالم لأنها تقع في الشق السوري الأفريقي يعني في غور الأردن وبحر الميت 420 ل440 متر تحت مستوى سطح البحر فإذن النزول كان جغرافي من أورشاليم إلى منطقة أريحة طبعا أريحة لأنه كانت منخفضة فالطريق وعرة الطريق صحراوي وكتير منك اللي بيشاهد برامج المواقع الكتابية ولسيما في منطقة تسمى وادي القلب وين كنيسة سينت جورج المعلقة في سفح الجبل هذه المنطقة تكثر فيها الوديان وتكثر فيها الانحدارات المتعرجة الخطيرة والمنحنيات طبعا منطقة وعرة خطيرة حتى في العصر الحديث يعني كنا نسمع عن قصص يعني قطاع الطرق الذين يعترضون المسافرين في تلك المنطقة وطبعا أحبائي يقول الكتاب أنه ناموسي وهي الكلمة ناموسية يعني الشخص الضليع أو العارف في النموس يعني الشخص اللي دارس واللي بيعرف في الشريعة هذه النوعية من الناس اللي كل حياته بتكون في دراسة النموس شخصية أو رجل بارز له مكانة اجتماعية وسط الإليت سوسايتي يعني المجتمع المتفوق لأنه بيشتهر في التعليم النموس تفسير النموس وطبعا بيفحص التقاليد المتوارثة ولأنه نموسي يعني في أمر بيتعلق في الأمور القضائية أن يمارس الأحكام القضائية وهذا نظام جديد على الأرجح ابتدى عند رجوع شعب إسرائيل أو شعب يهودة الأرجح من السبي البابلي وهذا كان في أيام طبعا زاروا بابل وعزرة اللي هو عزرة الكاتب وعلى الأرجح أنه عزرة ابتدى في هذا النظام الجديد المعلمين والناموسيين بكل بساطة حتى حافظوا على الشريعة وما يرجعوا يرتكبوا الأخطاء التي ارتكبت في طبعا في الماضي اللي أدت إلى السبي وأنه الشعب يطرد من بلده وهنا أحبائي الرب يسوع بيتكلم عن مسافر هذا المسافر يعتبر مجازف يعتبر مغامر ولا ربما متهور لأنه أصلا هذا الطريق محفوف بالمخاطر وهذا الطريق مشهور يسمى أدميم أدميم يعني الطريق الأحمر أو الحمراء ونسبة إلى أو يسمى طريق الدم أو طريق الدماء لأنه عدة مرات كان في قطاع طرق وعالة الناس بتستأجر حرس حتى تمشي من هذا الطريق أو على الأقل بتمشي في مجموعات حتى يحموا أحدهم الآخر ولكن هذا المسافر كان كان لوحده بعدين الكتاب يتكلم عن الكاهن طبعا الكاهن هو الذي يقدم الذبائح في الهيكل والكاهن هو الذي يمارس طبعا التقوس والأعياد وطبعا بالنسبة للكاهن لربما ظن أنه هذا السامري ميت وكون أنه يمس جثة ميتة فهذا يتنجس لمدة أسبوع فهو الذي يقوم بتقوس الهيكل ولكن طبعا في هذا المثل الرب علم إغاثة هذا المجروح أهم من تقوس الهيكل وطبعا بيتكلم عن السامري وبيتكلم عن اليهود خلينا أقول أحبائي من ناحية التاريخية فيه عداء شديد جدا بين اليهود وبين السامريين وابتدأ سنة 722 قبل الميلاد عندما جاء الأشوريون واحتلوا أصباط إسرائيل العشر يعني المنطقة الشمالية وأخذوهم إلى السبي ما يسمى السبي الأشوري وأحضروا شعوب أخرى وسكنوا في منطقة نابلس اللي هي اليوم نابلس المنطقة طبعا كلها منطقة الأصباط العشر المناطق الشمالية للأراضي المقدسة عندما راجع اليهود من السبي البابلي فطبعا كان بالنسبة لهم يعني الكهنة اللي تزوج أي امرأة غريبة كان يعزل من الكهنوت وكان فيه عملية تطهير وهون ابتدأ العداء هذا العداء لأنه بكل بساطة السامريين هم أنصاف اليهود يعني جاءوا من خلفية يهودية ولكن عندهم مشكلتين المشكلة الأولى أنهم تزاوجوا مع شعوب أخرى واختلطت دماءهم وهذا بالنسبة لليهود كانت خطية غير مغتفرة والمشكلة الثانية أنه السامريين أدخلوا تعليم أخرى لكتابهم فالسامريين كانوا يؤمنوا بالطورة الطورة اللي هي خمس أصفار موسى وطبعا مع تقاليدهم فازداد العداء ولسيما في فترة ما بين العهدين في عصر المكابيين عندما ذهبوا إلى جبل جرزيم اللي هو مكان المعبد معبد السامريين وهدموا هذا الهيكل وطبعا بين مد وجزر أحيانا يهود بيقتل السامريين أو سامريين بيقتل يهود وهذا استمر حتى في مذبحة كانت في في قيصرية وبعد فترة لما بيلاطوس ذبح السامريين اللي أدت إلى فصل بيلاطوس في سنة ستة وثلاثين ميلادي وعزل من منصبه ولكن حتى الطرق كانوا بيعتبروها ممكن يتنجس لكن مكتوب عن يسوع المسيح أنه ذهب كان لابد له أن يجتاز السامرة مع أنه في طرق تانية لأي ربا يهود ممكن يعبر فيها ولكن كان عنده مخطط لأنه المسيح حارب التمييز والعنصرية في تلك الأيام وعلى فكرة يعني لما يهودي كان بدي ينعت حتى يهودي يعني مرتد كان يقول له روحي هارتوقي يعني بيقصد فيها السامري يا صاحب البدعة يلي مش عم تمشي على التقوس يعني أو شرائع شريعة التقصية فكان يهاجم وينعت بهذه الأسماء ولكن حتى أسماء أخطر يعني كان بنادو السامري أسماء يمكن تسمعها بتستغرب تسمعها حتى هذه الأيام يا كافر يا خنزير وطبعا كان التعبير الأشهر سامري هي كلمة مرادفة لكلمة الشيطان أوليس عجبا قالوا هذه العبارة عن شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد قالوا له ألسنا حسنا قلنا أنك سامري وبك شيطان ولكن المسيح أحبائي أحب كل العالم أحب السامريين أحب الأمم أحب المرأة الكنعانية اللي أخرج الروح الشرير من طفلتها فالمسيح يحب الجميع على السواء بدون أي استثناء أغنياء وفقراء أقوياء وضعفاء رجال ونساء فالمسيح يحب الجميع ولكن للأسف هذه العنصرية اللي كانت متواجدة في أيام المسيح فهذا النموسي أو يعني المتخصص بالشريعة جاء وقال ليسوع المسيح ماذا أعمل لأرث الحيام الأبدية وهذا سؤال أحبائي سؤال الأجيال معلم الشريعة يسأل ماذا أعمل وعادة هذا المعلم يقول ماذا أعلم مش ماذا أعمل وطبعا الكل يبحث عن نصيب الحياة أو مراث الحياة الأبدية وطبعا بالنسبة للمتصوف دائما يسأل أين الطريق كيف أعرف الطريق والرومان يسأل ما هو الحق لأن الرومان متخصصون بالشرائع والقوانين حتى بلاته سأل يسوع ما هو الحق وهنا هذا الشاب مثل الشاب الغني أو هذا النموس سأل نفس السؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فالمسيح يجيب على هؤلاء التساؤلات اللي بيسألوها عبر كل التاريخ يعني سواء يعني اللي بيسأل عن الحال الأبدية أدرك أنه كثرة الدبائح لا تستطيع أن تكفر عن الإنسان أو لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق المطلق أو الطريق إلى هذه الحياة فيجيب يسوع المسيح قائلا أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي وعلى فكرة أنا بشجعك أنك تشوف الحلقة اللي مضت ماذا أعمل أو كيف أحصل على الحياة الأبدية راجع هذه الحلقة لأنه مهمة ومفيدة جدا لحياتك الأبدية ولمصيرك الأبد أيضا فهو سأل يسوع المسيح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فالمسيح طبعا هو بارع في التواصل فسأله سؤال ما هو مكتوب في النموس كيف تقرأ يعني المسيح وجه له السؤال بسؤال على أساس طالما أنت المتخصص بالشريعة واللي أنت بتشرح الشريعة وأنت الشخص النموس اللي بتفحص الشريعة وكل القوانين شو رايك في هذا الموضوع وكان جوابه جواب في غاية الأهمية قال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك أو من كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك يعني هون أحبائي كل يهود يمكن بتشوفوه بحط العصائب على إيده طبعا هاي مأخوذة من سفر التثنية إصحاح ستة لأنه نفس الآيات وجهوها للرب يسوع والرب يسوع أجاب بنفس الجواب اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك كما قرأنا من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك فإذن المسيح بيتكلم عن هذه المحبة أو هذه الآيات اللي تكتب في المزوزة على كل باب وعلى العصائب وإنه اليهودي برددها يوميا شمع إسرائيل أدوناي إلهينو أدوناي إخاد فبردد هذه الكلمات فكان جواب النموثي النموثي جواب صحيح فقال له يسوع افعل هذا فتحيا لأنه النموثي بيعرف إنه ملعون كل من لا يعمل بأعمال النموث فالنموث هو اللي بيحكم علينا النموث هو اللي بيظهر الخطيئة والنموث لا يخلص ولكن بيوريك الخطيئة لما بقول لا تشتهي لا تزني لا تصرق لا تقتل فأنا عرفت الخطيئة لأنه النموث نهى عن هذا المضوع ولكن النموث بيوجهني للمؤدب إلى يسوع المسيح الوحيد اللي استطاع أن يتمم النموث بأكمله لأنه الرسول يعقوب قال من حفظ النموث كله وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل والكتاب حكم على الإنسان ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فالنموث يحكم علينا ولكن النموث يوجهنا إلى يسوع المسيح فتلخيص كل الشريعة في الكتاب المقدس اللي بيقول عنه يتعلق به الموسى والأنبياء المفروض يعني التوراة والأنبياء تتعلق بكلمة وحدة تحب قريبك نفسك ممكن تقول أحب الله الذي لا تبصره ولكن أخوك الذي تبصره فكيف لا تحب أخاك فإذا هون المسيح عم بعالج مشكلة يعني صعبة جدا مش بيتكلم عن النظريات ولا بيتكلم عن مجادلات لأنه قال له يسوع افعل هذا فتحيا فالآية موجودة في صفر التثنية أصحح ستة آية خمسة وموجودة في صفر اللويين في أصحح تسعة عش يعني تحب صديقك قريبك رفيقك كنفسك يعني أوجارك كنفسك كل المعاني هي في صيغة واحدة وهون أحباء أن موسى أراد أن يبرر نفسه يعني الجواب صحيح وقال له يسوع افعل هذا فتحيا أما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال لي يسوع ومن هو قريبه طبعا بالنسبة لليهود قريبه هو اليهود ولكن المسيح وسع فتح الأمر بشكل أوسع جدا وعلم يعني من قصة أو من هذا السؤال علم درس لكل الأجيال عن من هو قريبه حقيقة أن المسيح جاوب على هؤلاء السؤالين من هو قريبه أو ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية جاوب عليهم من خلال المثل السامري الصالح وإذا طبقنا المثل السامري الصالح فهذا هو كمال الإنسان كله أحبائي هذا طبعا ما يطلبه الكتاب المقدس فإذا بهتين الوصيتين يقول كتاب يكمل النموس والأنبياء المحبة لله هذه المحبة هي النبع هي المصدر هي الأساس للناس ولكن المحبة للناس هي الثمر أو بالأحرى هي الجوهر أو هي البرهان على هذه المحبة يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق وأما المحبة فلتكن بلا رياء يعني لا نكون مرائين ممثلين في هذه المحبة فإذن المسيح عم بعالج مشكلة وقضية عويصة جدا هي مشكلة العنصرية والتمييز يعني الروماني كان بيستغل اليهود واليهود الطبقات اللي موجودة بناتهم كان بيستغل الأحد الآخر ويكفيك أن نقول سامري طبعا يعني هرطوقي يعني بعيد كل البعد عن الحق وعدة مرات كان فيه تعرض للقتل والرفض وحتى الفصل لو أنك أنت استخدمت إذا نمت عند سامري أو استخدمت آد أدوات السامريين مثلا يعني المسيح شرب من المرأة السامرية لما قال أعطيني لأشرب فهو استخدم الكوز أو الكيلل أو الجرة حتى يشرب منها ففي عرف اليهود هذا يعتبر نجاسي ونجاسي كاملة طبعا بيكون مرفوض رفضا تاما فإذا المسيح عم بيعالج وحدي من أهم القضايا ماذا أعمل لآرث الحياة الأبدي هذا سؤال في غاية الأهمية يقول الكتاب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص فإذن العمل هو نتيجة هذا الإيمان لأنه مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد بكمل بقول لأننا عمله مخلوقين يعني خريقة جديدة في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها تقول أنا مؤمن وأنا مسيحي وأنا مخلص إذا ما فيه ترجمي إذا ما فيه ثمر إذا ما فيه برهان لإيمانك كمسيحي أنت بتضحك على نفسك وإنت عم بتجازف في أبديتك لأنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات فإذا هذا السؤال أحبائي موضوع الحياة الأبدية كل البشرية من المصريين القدماء حتى يومنا هذا يبحثون عن جواب لهذا السؤال وطبعا هون مش رحين انفوت في تعريف الحياة الأبدية بحسب الفلاسفة والحكماء بوصفهم ما هي الحياة ولكن أحبائي الحياة هو يسوع المسيح بحسب كلمة الله وعد يسوع المسيح فأنت ميت أنت بدون حياة لأن الكتاب يقول لأن فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فهذه الحياة هي من نوع آخر مش مجرد حياة على الأرض هي نوع من نوعية بتختلف هي حياة ذات الله في الإنسان من خلال إيمانك بيسوع هذه نوعية الحياة تبتدأ على الأرض ساعتها ما عادش يفرق انت عايش للمسيح ما فيش أي سبب آخر في الوجود إلا أنك عايش تحيا للمسيح المسيح هو حياتنا فإذن هذه الحياة تستمر حياة الخلود إلى أبد الآبدين فإذن حياة من نوع جميل جدا ولكن المسيح يقول إنسان كان نازل لاحظ إنسان إنسان إخوتي وأخواتي كما قال أحدهم بينما يتجادل اللهوتيين في مساء اللهوتي شائكة يتسلل البسطة إلى ملكوت الله اليوم في كل أنواع اللهوتي وأصبحنا نلوهة كل اللهوتيات لهوتي النظامي لهوتي العملي لهوتي التدبيري لهوتي العهد لهوتي الاجتماعي لهوتي بناسب جنوب أفريقيا أو أفريقيا وجنوب أمريكا وكل أنواع اللهوتي اللي بتناسب العصر بشرط إنه ما نرفض يعني الأساس والجوهر هو يسوع يسوع هو رب وأن نؤمن بكلمة طالة مثل ما هي من الجلد للجلد ولكن أحبائي في شيء لهوت اسمه لهوت عملي مش نظري في لهوت اسمه لهوت إنساني تتعامل مع إنسان إنسان كان نازل من أورشاليم إلى أريحة إنسان لهوت الإنسانية بغض النظر شو خلفيتك شو العرق شو جنسيتك هذا النوع هو اللهوت الذي يطلب الرب هنا المثل السامر الصالح من أعظم الأمثلة التي تكسر أمامنا كل الحواجز فالمسيح صدم المستمعين قال سامري اللي اهتم بهذا الإنسان فهذا الشخص حتما انصدم كلمة سامري يعني لا تلفز على فم اليهودي حتى لما سأل يسوع ومن منهم يعني مين الله قال الذي صنع معه الرحمة مش عاوز ينطق حتى كلمة سامري لأن هاي الكلمة لا تنطق إلا بشتيمة لما واحد بيشتم بقول له روح يا هارتوق يا سامري يا شطان فهذه التفكير اللي كانت بتمر فيه فيه الناس وهنا حب يقدم يعني واحدة من أعظم الأمثلة اتكلم عنها الرب يسوع السامري الصالح وهو لاحظ بيتكلم عن كاهن ولاوي الكاهن هو اللي بيمارس الفرائض والذبائح في الهيكل وطبعا كل كاهن ولاوي لازم يخدموا على الأقل أربع أسابيع في السنة وفيه مدن مناطق اللي بيسكن فيها الكاهنة فمثلا بجانب أريحة كان فيه منطقة للكاهنة فأيام المسيح كان بيسكن فيها 12 ألف كاهن وطبعا هن نازلين من أورشاليم يعني أنهو الخدمة أنهو الخدمة وطبعا هذا ليس عزر أنه ما يقدمه ولا سيما المجروح على الأرجح كان يهودي طبعا ما منعرف لأنه كان عريان ولكن تقدر تميز اليهودي من غير اليهودي من طريقة اللبس أو من طريقة الشعر إلى آخره أو من طريق الشكل أحيانا فإذا هذا المحتاج كان من شعبه مع أنه كان ولاوي يعني ما ساعده ولكن اللي ساعد هو السامري اللي مش من جنسه يعني السامري يعتبر جنس غريب هو اللي اللي ساعد ولاحظ الكلام يعني واحد صار عند المكان والتاني نظر وجاز مقابله يعني كان يعني مارئ من الجهة التانية الطريق عشان يعبر للجهة الأخرى فمر بجانب اطلع عليه ولم يعره أي اكتراث لكن سامري مسافر جاء إليه لما رآه تحنن هذا هو لهوت الإنسانية أحبائي هذا هو الإنسان بعدين تقدم يعني هون يعني لاحظ منشوف أنه كان شجاع وكان شهم وخاطر بحياته لأنه مرات بتكون واحد ببين أو كأنه يعني مرمع على الطريق وهذا نوع من الفخ يستخدم حتى ينقض عليه ولكنه لم يبالي إنسان في الإنسانية معاه فتقدم تحنن وبعدين قام في كل يعني واضح أنه كان يهتم بكل أنواع الاهتمامات ضمت جراحاته صب عليها زيتا وخمر يعني الخمر كل مسافر لازم يحمل طبعا قرورة عشان التطهير بتلك الأيام كان يطهر عن طريق الخمر والزيت طبعا عشان يطر الجروح وللعلاج أيضا مش بس أركبوا دابته يعني أعطاه ملابسه الملابس اللي كانت عنده أعطاها لهذا المجروح وأركبوا على دابته يعني رجع نفس المسافة إلى إلى فندق يعني هو مش على الرجلين والجريح كان على الدابة وأتى به إلى فندق واعتنى به مش أي اعتناء وفي الغد يعني مكث معا ليلي وكان راجع مسافر ولكن رجع مكث معا ليلي ولما ومكث معا أخرج دينارين ممكن قطعتين من الفضة وأعطاهم لصاحب الفندق قال له اهتم هم بتشوف عم بعيل عم بدبر اهتم فيه وبس أرجع إذا في أي متطلبات هم بتشوف الكفيل والضامن على ما يبدو أنه كان معروف لصاحب الفندق اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك وكان سؤال المسيح فأي هؤلاء الثلاثة طرى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص الجواب الطبيعي السامري ولكن كان الجواب الذي صنع معه الرحمة رجع رد على نفس السؤال الأول فقال له اذهب أنت أيضا واصنع هكذا أول مرة قال له افعل هذا فتحيا وهنا يقول اذهب أنت أيضا واصنع هكذا جواب على السؤالين اللي سألهم هذا النموس أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا مشاهدينا في كل مكان السؤال من هو قريبي قبل ما أكمل في عنا مكالمة من الأخت مريم من مصر أهلا وسهلا أخت مريم اتماعان على الهوى أهلا بيك حضرة الأساس أهلا وسهلا فيك تفضل صوت واضح واضح مرسي على عنوان الحلقة ده لأنه جيف معايده وإحنا فيه احتقان في الشعوب فيه قراهية كل يوم بنشوفها على سوشيال ميديا وللأسف اتسربت لنا حتى اتسربت لولاد الرب من الأنتراج للأسف اللي هو غير مؤمن وغير غير مسيحي فالحلقة دي جت في معادها لأن لو تأملنا فعلا في مثل السامري الصالح هتلاقي المسيح كالعادة هو بيكسر أي ستريو تاعمل أو الإنسان عمله على مدار حياته فعلى مدار حياتنا كبشرية قريبا هو اللي بيشاركني الأفكار اللي مش بنتعارض مع بعض اللي احنا مع بعض سمنا على العسل زي ما بيقولوا في مصر العدو بتاعي هو أي حد مش بيشاركني حتى الأفكار دي أو بيتعبني في بيقومني واتفر فالمسيح كالعادة قثر الستريو تايب ده بمثل السامري الصالح لو حبينا نطبقه عمليا تسمحلي أطبقه عمليا بالواقع اللي احنا فيه زي ما نقول لحد مثلا جبنا واحد مثلا يهودي أو إسرائيلي وقلنا له من هو قريبك لازم يكون قريبك هو الفلسطيني أو العكس لو جبنا واحد فلسطيني وقلنا له من هو قريبك وياريت يبقى الفلسطيني يكون مسيحي كمان عشان يبقى فاهم علينا ونفجأه ونقول له إن قريبك هو الإسرائيلي ساعتها ما عرفش هيبقى رد فعله إيه يعني أطبقى المعلم اللي جاء سأل المسيح أخذ الموضوع بصدر راحب وفهم وما اعتردش بس احنا ممكن للأسف دلوقتي تلاقي اعتراضات لما نقول إن قريبك هو الشخص اللي انت اكتشلي معتبره عدوك وإزاي نقدر بقى نتعامل مع القريب اللي هو لو حطينا between brackets عدوي أنا لو شفته يمثل صورة الله إن صورة الله دي لازم تكرم وتحترم أنا أكون كده ماشية زي المسيح كل إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله يعني جوه الإله فلأنا بتعامل مع اللي قداني حتى لو كان عدوي على إني لازم أكرمه زي ما حكرم الإله فيه حكرم المسيح فيه مش حيكون فيه مشاكل على مستوى البشرية كلها هي كده بالضبط اللي المسيح حبي يفهمه لنا آمين آمين شكراً كتير على المداخلة أخت مريم ربنا يباركك وفعلاً يعني تطبيق الآيات يعني أنت أصبت على على الهدف الهدف يعني من من هو قريبي يعني كنت بقرأ شيء في اللغة الإنجليزية مكتوب بإيفل بيجينز ون يتريت هيومن as non-human the humanizing leads to evil يعني الشر يبتدئ عندما تعامل الإنسان كأنه غير إنسان هذا هو الشر المستطير بحد ذاته وما أكثره في الشرق الأوسط والصمت عن الشر أحبائي هو بداية الشر بحد ذاته وبتعرفوا واحدة من أخطر الأمور يقال عن الحرب العالمية التانية اليهود اللي قتلوا في المذبحة النازية واحدة من أكبر المشاكل صمت كان في صمت للمسيحيين لم يعترضوا على هذا الأمر واليوم إحنا زي ما منشوف الحرب في لبنان وزي ما منشوف الحرب في غزة الصمت عن الشر هو شر بحد ذاته وإنك أنت تقلل من قيمة الإنسان أو تجعله لا إنسان هو الشر أيضا بحد ذاته وهذا طبعا مشكلة نقع فيها لأنه إحنا عايشين في مشكلة عنصرية فضيعة جدا في الشرق الأوسط وهذا كله من الثقافة الدينية أحبائي أوعك تستغرب من هذا الموضوع وإحنا مرات كتير ما منسأل ما منبحث ما بدنا نسأل ونعرف الجواب فمنسكت على أمور كثيرة بتتطور الأمور في حياتنا فتصبح طبعا مشكلة عويصة أكثر في هذا الموضوع فالصمت أحبائي هو شر بحد ذاته ومين اللي بروح ضحاياها الأطفال والنساء ولألا أنت تصير تفكر يعني مين الحق ومين الشر ومين كده كل شر بالشرق الأوسط الكل مزنب صدقوني الكل مزنب ولسيما أن هذه الحروبات تبرر دينيا فهون الشر الأكبر وهون أنا بدعو الناس حتى لو كنت مسيحي أترك مسيحيتك روح للدين بسمح لك أنك أنت تمارس نوع العنصرية أو الكراهية مع الآخرين لكن لا وجود لهذا في كلمة الله أو في تعاليم يسوع المسيح ولألا نصير نظن الحق مع مين تعرف أحبائي شوف أنا عشت في الجليل وشفت مؤمنين من خلفية يهودية ومؤمنين من خلفية فلسطينية وشفت اجتماعات المصالحة وشفت المحب بيناتهم وشفت كيف بيصلوا لبلادهم لفلسطين ولإسرائيل وشفت كيف عم بيغسلوا أرجل أحدهم الآخر وشفت هذه الاهتمامات برضو أحبائي سمعنا عن أخبار أطباء متخصصين في الكانسر وفي القلب يعالجوا أطفال أو محتجين من غزة والعكس وصحيح شفت طبيب من غزة اللي قتل بناته وكيف مارس حياة الغفران هذا هو تعليم المسيح أحبائي هذا هو السامري الصالح اللي بنتكلم عنه أوعز يعني كم تريد جاد اللهوتيا بقدر ما تريد وبتعرفوا صرت أكتشف هاي الموضيع لاحظ أدرس معاي افحص الردود لما بتشوف مثلا في موقع الردود الكثيرة من الردود تستطيع أن تكتشف نوعية الناس وتكتشف نوعية الناس إذا ناتجين روحيا ولا مجرد معلومات تردد يعني ومن ناحية تانية بتشوف مثلا أم فلسطينية من عرب إسرائيل بيجوا الجرحة اليهود الجيش عمرهم 18 19 20 وبتقول لي هاي العبارة أنا أم أنا أم أتخيل أنه ابني أربيه 19 سنة ويتقلم وشوف من ناحية تانية الألم والموت والدمار اللي عم بيحدث في غزة واللي عم بيحدث في لبنان أحبائي سببها الإنسان سببها الناس ولأنه إحنا من روح رفعين من مستوى الشر ومن من من علم من الشر ومنمدح الشر والنتيجة طبعا بتكون مأساوية جدا طبعا لا عذر لا لفلسطيني ولا ليهودي ولا للبناني حقيقة العذر هو أنك ترجع إلى الرب يسوع المسيح له كل المجد خليني أخد مكالمة من الأخت نهال أهلا وسهلا أخت نهال أهلا وسهلا نعمة وسلام يا حضرت الأسيس نزار برحب بحضرتك أهلا وسهلا فيك ولكل المشاهدين قناة الحياة الغاليين على قلب الرب الحقيقة حضرتك شرحت شرح في منتهى الجمال عن من هو قريبي لكن أنا عايز أرفع عيني الفوق وقول بمنتهى الفقر يا بختنا بك يا رب لأنه تعليمك بالفعل رفيعة وسمية جدا لأنه بيقول لنا نحب الكل سواسية زي ما شوفنا القصة النهاردة وما نميز أي حد في التعامل عن الآخر حتى لو اختلف في مبادئه وفي عقائده حتى لو كان بيدين دين آخر غير اللي أنا بيدين بي دا مش كده وبس دا بيقول لي إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي يفضل لكم لأ وخد دي كمان عايزنا نرتقي في مستوى محبتنا ونحب حتى عدقنا بصراحة أنا ما شفتش وما سمعتش عن أي دين آخر بينادي بسموه التعليم زي ما الرب يسوع نادى بيها في كتابنا المقدس عشان كده عايزة أوشوش كل مشاهد بيسمعنا النهاردة وقول له من فضلك أحكم بنفسك وإبعد عن أي تعصب طلعت عليه أو إبعد عن أي ولاء طلبوه منك الناس للدين اللي أنت لقيت نفسك به في الولادة وشوف التعليم اللي هتشجعك إنك تعيش حياة فضلة حياة مليانة بمحبة الغير ومسامحة وإطلاق الغفران للغريب قبل الأريق وباختصار عايزة أقول جملة مهمة جدا الرب مسقدني بيها لكل اللي بيسمعني عايزة أقول لك حبيبي الدين الذي لا يغيرك غيره بل التعليم التي لا تسمو بإنسانيتك من فطلك أتركها عشان أنت نفسك غالية قوي على الرب هو عايزة معاه في الأبدية لأنه دفع تمن خطيات بموته على الصليب عشان تتمتع أنت بالحياة الأبدية فأرجوك من فضلك أتوسل إليك فكر وإبحث وما تضيعش الفرصة والرب يبارك ربنا يباركك شكرا جزيلا أخت نهال كلمات جميلة وربنا يباركك من هو قريبه فعاوز يعني اليوم صار في حروب شائكة حتى بين المؤمنين والحقيقة أنه إحنا لازم نهتم بالإنسان كإنسان وإذا اعملنا الإنسان مش إنسان هنا يبتدأ الشر هنا يبتدأ العنف والقتل والتقليل لكن لاحظ أنه الرب يسوع المسيح قال تحب يعني قريبك كنفسك من يبغد أخاه فهو قاتل نفس فإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم فإن الخطاء أيضا يحبون الذين يحبونهم فإذا السؤال الحقيقي أنه أنا إيش دوري في هذا الموضوع وعايشين من حارب بعضنا البعض ومن جادل بعضنا البعض وناس عم بتموت وعم تهلك بتهلك حرفيا بسبب عدم اهتمامنا طبعا السامر الصالحية مدرسة بحد ذاتها ويعني أنا شخصيا أكتر من عشرين وعظة عملت على بس هذا الموضوع يعني بتشوف شخصية اللصوص الذي يأخذ ولا يعطي بتشوف الكاهن واللاوي الذي لا يأخذ ولا يعطي يعني غير غير مكترث ما عندوش اي اهتمام واغلبية الناس حتى المسحيين بتسمع وتشوف لكن شاطرين انه نعلق بدون ما اعمل شيء افعل هذا قالوا افعل هذا فتحيا ولما انهى المثل قال اذهب انت ايضا واصنع هكذا فالمسحي مش كلام مش مجرد لهوت نعد نتجادل في كل المسائل اللهوتية والناس عم بتضيع منا حرام الناس بغزة عم بتموت الناس في لبنان عم بتموت فكتير مرات احنا لازم نرفض الشر ونقاوم الشر ونتكلم ضد الشر احبائي يسوع المسيح ناصر العدالة الاجتماعية حارب العنصرية حارب التمييز كان يميز كان المجتمع يميز بين الرجل وبين المرأة وانه من الافضل ان تحرق كلمات النموس من ان تعطى لامرأة فراح المسيح رفع شأن المرأة فهي ليست ناقصة عقل هي مخلوقة على صورة الله ذكر وانت يعني في نفس المستوى المسيح عامل الاطفال دعوا الاولاد يأتون الي اهتم باحتياجات الناس اهتم بالارمل اهتم بالابرس اهتم بالاعمى اهتم بالفقير اهتم باحتياجات الناس اشبع الجموع مش كان مجرد تعليم نظري من غير تطبيق عملي والسؤال احنا شو عم نعمل اللي عم نشوفه في الشرق الاوسط كم من الساعات نصلي وكم من المساعدات اللي ساعدنا فيها مساعدات انسانية ام نحن اصبحنا فلاسفة وحكماء متخصصين بالكلام يا اولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل لا والحق بتشوف اخوك محتاج جاكيت اعطيه بتشوفه محتاج جعان طعميه الحق اقول لكم بما انكم فعلتم باحد اخوة الاصاغر فبي فعلتم اهتمام بالاحتياجات باحتياجات الناس هذا السامري لم يفحص شو خلفية هذا الانسان او شو نوعه لكن كشخص مليان محبة مليان شفقة مليان رحمة وكلمة رحمية من الرحم الاحشاء مليان رحمة ساند وساعد وتكفل بكل مصاريف هذا الاحتياج تعليم المسيح يمكن صعب صعب تطبقه ولكن بقوة المسيح بالروح القدس تستطيع شوف انا كنت غير مؤمن مع انه ساكن في الارض المقدسة وبيتنا كان بجانب كنيسة العرس وان المسيح صنع المعجز الاولى حقيقة كنت بلعب في ساحة الكنيسة عندما تغيرت حياتي وامنت بالرب يسوع المسيح مش يعني ايمان سطحي ولا تاريخي ولا عقلي لا 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 ايمان حقيقي بالرب يسوع المسيح صار فيه تغيير في حياتي والتغيير كان ملحوظ من كل الناس اللي حواليه فالرب يعني فعلا في عدة علامات العلامة الاولى انه بحال ايماني ابتديت اشهد عن الرب يسوع المسيح ابتديت اشهد بدأت أتكلم عن يسوع المسيح العلامة الثانية أحبائي قراءة الكلمة قراءة الكتاب المقدس يعني إذا أقولك كل شهر كنت أقرأ الكتاب من الجلد للجلد ساعات 10-15 ساعة يوميا بس عاوز أقرأ الكتاب مش قادر أتركه جوع روحي شديد أما العلامة الثالثة هي المحبة تقول لي فسر ليها صعب تتفسر من شخص كان عنده كرهية كرهية لليهود طبعا بسبب الأوضاع السياسية أنا لا بعرف جدتي ولا بعرف خوالي ولا بعرف كله راح في الحرب ولكن لما آمنت بيسوع المسيح الروح القدس ملأني كما يقول كتاب سكبت محبة الله في قلوبنا بالروح القدس المعتلنة هاي المحبة صعب توصفها صعب تتكلم عنها شلال محبة نبع فيضان بفيد في داخلك حتى العدو عاوز طعبته وعاوز تقبله وعاوز تهتم بإحتياجاته نعم تعليم المسيح صعب ولكن عندما تتغير بالروح القدس تستطيع أن تقوم بأعمال يسوع المسيح السامر الصالح أصبح العنوان للمسيحية فالمسيحية حقيقة هي اللي ابتدأت الأعمال الإنسانية لاح المستشفيات والجامعات والمؤسسات والمدارس والعيادات والنشاطات والمساعدات الإنسانية اليوم يعني منظمات مثل أو الصليب الأحمر أو السامري ومؤسسات كثيرة يمكن إحنا مؤسستنا نقطة في محيط بس عاوز أقول لك أنا بشكر كل اللي بشاهدونا وكل اللي بيدعمونا وإذا أنت بتحب تساعد في لبنان وفي غزة فوت على موقع نور لجميع الأمم وساعد في هذا الموضوع فالحياة المسيحية هي حياة عملية مش مجرد كلام ولكنها أفعال وإن الأمور اللاهوتية مش مجرد مواضيع من التجادل فيها ولكن في لهوت إنساني أنا بهتم بأخوي الإنسان وأحب هذا الإنسان أحبه كما يقول أحبه أعدائكم باركنا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويتردونكم بعدين شو بقول لأن بحكي عن الرب يشرق شمسه على الأبرار والأشرار فإذا على الأبرار والأشرار الله كل يوم عم بيعطينا الشمس والهواء إخوتي وأخواتي بيهتم فينا بيهتم في إنسانيتنا إنسان إنسان كان نازلا يسوع المسيح هو ابن الإنسان تعاطف مع الإنسان حتى يعالج الإنسان أنا أطلب الضال أسترد المطرود أجبر الكثير وأعصب الجريح إنه يسوع المسيح السامري الصالح شوف أخي أختي مكتوب الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة لأن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون تحب تعرف إرادة الله الله لا يصر بموت الشرير بل أن يرجع الشرير عن طريقه لأنه الله لا يصر مش عاوز الشرير يموت بشره فاليوم أنا بدعوك لا تموت بشرك إذا مش قادر تعيش الحياة المسيحية قل له يا رب أسكب روحك القدوس في حياتي حتى أستطيع أن أكون سامري صالح بصلي من كل قلبي أن الحياة الأبدي تكون من نصيبك والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر